هنا أكيد هاي بليه تأثير على الرياضة طبع لأن مثلا في شركات رياضية أو في شركات قصدي تجارية واقتصادية في أندية بتستفيد بالشركات دي لأن رجال الأعمال أو أصحاب هذه الشركات أو هذه الأموال بيستثمروا في الرياضة بشراء أندية طبع أو بيستثمروا في الرياضة ببناء شبكات قنوات عالمية أو كبيرة أو أربية أو رياضية كبيرة طبع فلما بيتأثر نشاطه التجاري أكيد هتتأثر الرياضة بسبب تأثر المستثمر في النشاط الرياضي خليني اديك مسأل بسيط. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. انا هديك مسأل يؤكد اللي انت بتتكلم فيه. اه. اه. بيتكلموا بقى لهم 48 ساعة. في موضوع طبعا تخفي الاجون. تعرف موضوع تخفي الاجون في انجلترا. الوقت يبدأ ياخد. تلات اندية بس. الوقت اللي ينفزوا. اه. ارسنال اخيرهم امبارح 12 مصف. وما زال لسه. ارسنال يعني ما وصلش للدفاع مسأل مع اوزيل. اوزيل امبارح. تويتر كله مشكلة كبيرة جدا. هو اللي يرفض بيتصدر. بريس مورجن طبعا اللي يعرفه اعلامي كبير انجليزي. طبعا. بيحب ارسنال جدا جدا. مسك اوزيل على تويتر. بهدله. ما انا بقولك اللي بيرفض بيتصدر. ده. اتبهدل. تخيل انت لما يتكتب. يعني ان اوزيل اصلا بياخد 370 الف سترليني. في الاسبوع. في الاسبوع من 2017 هو اصلا ما يمش حاجة. بص يعني وصل الامر طبعا. يعني اوزيل دايما اوزيل صفقة اوزيل ارسنال واحدة من اكبر الصفقات اللي ارسنال اعمالها في تاريخه. زي ما متعودين ارسن من ساعة. ووجد في حالة جدل حاليه حتى الفترة الاخيرة. نعم. في بعض الامور. نعم. فوسط هام مثلا. اتكتب ان النادي ربما يلجأ. للاقتراض من البنوك. اه. الفترة الجاية. عشان يسدد المرتبات والفواتير الشهرية بتاعته. اه. فده طبعا امر خطر جدا. لان ده لما تخش في التراك بتاع الاقتراض من البنوك. بفوايد. هنا انت ده. تخلت في سكة يعني. اعلم. ما يعلم بها الله ربنا. ما معناته. انت بتحط نفسك. في اول طريق. انك تتباع. اه. بجمزاجك. بالزبط. بالزبط. ليه? عليك ديون. اه. فعالف بقى ايه? نخش بقى ونحجز على النادي وامتلكاته وحاكته. والكلام ده. ده ممكن. يتم ليه. ما دي حصل لو انت فضلت تقترد. طبعا. لو انت النهاردة فضلت ما عندكش مدخيل. انا ما عنديش دخل. وطبعا كل اللي حوالي بيعمل ايه? عمل يطلب مني. انا انا عايز. انا عايز. انا عايز. انا عايز. انا عايز. وكمان. دي فعلا ده. ان هما لسه ملقوش حل. لموضوع البس التلفازي. لان هما خدوا الفلوس قريدي زي ما كنا. احنا شرحنا كزا مرة. قبل كده اه. في الاهل الليلة. ان الفلوس اتدفعت قريدي. يعني. دفعوا خلاص. فهم منتظرين العائب بتاعهم. فالدنيا واقفة. فهيجي طلب. هيرجع عليك بالفلوس. وبالتالي. انا معاك. طبعا فيه. الخريطة هكتغير. والكورة. والرياضة. مش هيرجع يتصرف فيها هاز الكم من المبالاق. وااكد على ده. مسلا. ديت مسلا بتاع دامبلي. لاعب. لاعب فرنسي. لاعب برشلونة. ان هو راح برشلونة قصب مية وخمسين مليون يورو. من دورة منت. النهار ده برشلونة. طالب فيه كام عشان يبيعه. خلاص. دامبلي بقاله فترة. ما بيلعبش. وبتصاب كتير. بالزبط. برشلونة قال لو جالي. سبعين مليون حوافل. سبعين مليون. اه. يعني. تخيل لاعب تمنه خلال سنتين. سنتين. نزل النص. نزل النص. ودفع في مية وخمسين. واسن وصغير. دفع في مية وخمسين مليون يورو. كان مفروض الصفقة. المواجهة. لصفقة بيع. آآ. نمار لباريس سان جرمان. فبالتالي. كل الفلوس. فوجة نظر يعني. اللي في الرياضة. هتنزل. للنص خلال. لان المستثمر في الرياضة. اصلا عنده نشاط تجارة واكتصالي تاني. طبعا. هيتعسر بنسبة مليون في المية. طبعا. وهي كلها. يعني. في لينك. متوصل بها. يعني. النهارده الرياضة متوصلة بالسبونسر متوصلين بالاقتصاد العالمية كل حاجة متربطة ببعض بس هي فكرة الجديدة اول معلومة نسمحها انه ربما تلجأ بعض الانبياء في اوروبا للاقتراض من البنوك هي دي فكرة الجديدة عمرنا ما كناش بنسمحها كتير كن دا نسمع لو في نادي عنده بعض المشاكل هتبدأ يبدأ يفكر ان انا تبيعه لمستثمر جديد عشان يخش يضخ وينقذ النادي ده عشان ما يوصلش لدرجة الافلاس وبالتالي هو ده عشان كده احنا دايما بنقول ان اللعيب اجهزة الفنية اول خطوة مفروض هما يعملوها ان هما يجوا يعني ايه رغبة منهم هما في تخفيض عقودهم عشان يحاولوا ينقذوا ناديهم ولما الاندية تبدأ تعمل ده الرياضة كلها والقطاع بشكل عام يقدر يلاقي يعني ايه متنفس ليه خلال الفترة الجاي لغاية بس لما يبدأ النشاط يرجع مرة تانية. اذا للمشهد الجاي الخريطة في العالم هتتغير بعد فيروس كرون. اللي شفناه قبل الانتشار الفيروس هيبقى الامر مختلف بعديه. طبعا مستحيل ما بيش حاجة مع اعتقدش حتى احنا يعني لسه بنتكلم برضا يا محمد ان شاء الله لمر بصحوة تعالى يزيل الغمة دي. هناخد فترة عشان الناس تفوق والناس هنبقى عايشين خايفين برضو. هيبقى في بعض الخوف وبعض الالة حتى مسلا موضوع الصفر. يا اخي اننا النهار دا ناس بتتكلم في ايه? نقطة مهمة برضو. الناس بتتكلم النهار دا ان الدوري الالماني اذا رجع بدون جمهور يوم تسعة مايو. هو غالبا يرجع بدون جمهور. اه طبعا لا لا سبوس الكلمة بقى هم من دلوقتي بيحضروا الطباء نفسيين للعيبة عشان يقدروا. اه عشان يقدروا يلعبوا بدون جمهور لان هم قاعدوا سنين طويلة بيلعبوا في حضور متوسط اربعين الف متفرق. هو بس باير ميونيخ. ودورتموند الجماهير هم الاسبوعية بتتعدى الستين الف. ده يجي همنا معيشة هنا بقى. لا انا بس ما عليك. الناس بره. بتفكر ازاي. اه طبعا. ما بيسيبوش حاجة للايه? للغي. يعني ما حدش بيسيب الدنيا كنتمش لوحده لوحده خلاص. لا. كل واحد عامل حساب كل حاجة بتحصل. فانا النهار دا قبل ما رجع اللعيبة تلعب يوم تسعة مايو. بدون جمهور هنحضرهم نفسيا. نفسيا. اه. اه. ده في المانيا. وهبدأ النهار ده نخلي باك يا جماعة. هنقعد نلعب كده. مسلا مسلا. لمدة تلات شهور. لغاية لموسم الجديد لما ربنا يكرم وربما لموسم الجديد نرجع الايه? والجمهور. احنا هنا مسلا في مصر. احنا عندنا ابطال. لا وده يوريه بجد فعلا. اللعيب اللي عندنا اتظلم. اه طبعا. اتظلم كتير. وحاكمنا عليه في بعض المواقف. طبعا. انا بيطلعب يلاهو حضور جمهري كبير. طبعا. ما تعودوش عليه. طبعا. افراقيا. ده حقيقة. لما احنا جينا اقولنا. لما جينا اقولنا وفسرناها ان احد العوامل اللي خلت النادي الاهي ونادي الزمالك. يعانوا. ومنتخب مصر. يعانوا افراقيا في السبع سنين الاخيرة. ان اللعبة يعاني اتزانها النفسي مش مزبوط في في الملعب. ليه? احنا في مصر بنلعب وسط خمسين واحد او ميت واحد. ماكسموم. يوم ما لعبنا بجمهور كتير. الفين واحد تلات تراتف واحد. لما بنروح نروح نسفر تونس او نروح المغرب او الجزائر. او حتى جنوب افراقيا لما نادي الزمالك راح سانداون سبين وخمستاشر. انت بتروح وسط تلاتين الف اربعين الف. فكت اول مرة في تاريخ الاندية المصرية خلال السبع سنين الاخيرة. ان احنا نخسر هزا الكم من الفاينلز اللي هشو تعودين عليها. حقوا دائما تعودين اه منتخب مصر او النادي الزمالكي يوصلوا فاينل خلاص شكرا البطولة بتاعتنا. انتبع عارفين بنسبة سين في المائة البطولة بتاعتنا. لكن النادي الاهلي خسر بطولتين ونادي الزمالك خسر بطولة ومنتخب مصر خسر الفاينل الفيون سبع تاشر. كان كم من هيئيات كتيرة خسرناها. واحد من الاسباقة بقولش ده سابر الاساسي او الوحيد لا. بس اعرف سواك رئيسي ليه? نعم فضل. يوم بازمك حتى اخذوا الكون فدر الله من نهرة بركان نهرة بركان جماهره في الملعب عشرة تلاف. نعم. وكنا نطلص يعني برضو زمانك كساب بضربات الجزاء. بضربات ترجيح. يعني كان في معاناة. اه. لازم يا جماعة برضو ندي اللعيها بصراحة. برضو بعد الاعذار. يعني فهم الموضوة مش بسيطة محمد. انت بتنزل تلعب قدام كم ها من الجمهور اللي انتش بتعود عليه بقالك فترة. ده ما بيخلكش في كامل اتزانك الزهني او النفسي. وده خلي بقالك لابدولك مسلا في المانيا. طيب مانشستر يونيتد بقالهم تلاتة ايام بيتكلموا عليه. بيتكلموا ان اللعيبة طبعا ما بتقابلش زي ايام التدريبات وبالتالي بعض اللعيبة بتصابوا بالاكتئاب. اه في بعض الجروبات هما عملين على الواتساب والتواصل وكل شيء. انما هما شافوا ان اللعيبة عادتها في البيت منفردة. طبعا. اصابهم بالاكتئاب. فبدأوا دلوقتي بيحضروا اللعيبة. ليه بقى? معالجتهم من الاكتئاب اللي هما فيه قبل لغاية لما نشوف الدوري هيرجع امتى. لنسا ما فيش معاد محدد زي المانيا. في انجل ترى لا لسا الان مش واضح. اه. فيونايتد دلوقتي بيتكلم ان اللعيبة اكيد عندها دلوقتي مشاكل نفسية واكتئاب بسبب الوحدة. ايو حياتهم قبلها كتحاجة تانية. بالزبط. حتى كمان ممكن جزء من الاكتئاب ان هو اللعيب بيفقر في المستقبل. نعم. بيفقر في القيم المالية اللي كان بياخدها اكيد الفترة الجيئة مش هياخدها. والخوف نفسه. والخوف كمان غير قصة الفيروس والمرض. انا فهم ان هو خاص انا مفيش مشكلة وانا كويس. لا فيه برضو دعيبة عندها فوبيا. ان انا ممكن يحصل لحاجة ممكن اموت في اي وقت. ممكن يفهم مظي. ده حقيقي. اخش في الشارع ده. وما طلعش منه ممكن اسيب الرياضة كلها. فهم بيعملوا حساب لكل الشيء. وبالتالي دي امور انا احب ان احنا برضو لحد ما نتعلم منها. الدرس المستفاد. الطب النفسي في الرياضة مش للمجانين. لما نيجي نسمع كلمة دكتور نفسي او ما تتقال ما نفهمش. يعني الاسف ده يعني هقول ايه موروص خدنا من. موروص وعقيدة السلمة من القديمة. ان دايما كلمة الدكتور النفسي مرتبط بان بيتكلم على واحد مجنون. لا. فيه نهاردة الطب النفسي بيعالجك او بيحضرك. ده موقف انت معتدتش عليه. في ظروف احنا هنروح لها. دلوقت احنا مش عايشينها. بس احنا محتاجين نتحضر لها عشان نعرف نتعامل معها. وعشان كده مهم جدا جدا ان الاندية في مصر تفهم ان دور الطب النفسي مع الرياضيين دور مهم جدا. يطم تحضرهم حتى. لو احنا في ظروف عادية جدا. ورايحين نلعب آآ فاينل. لا مهم جدا انك تحضر اللي فيه لعيبة فعلا. ودي اسمحها كتير. يجي يقول لك خلي بالك. لعيب النادر الاهلي لازم يتحمل الضغط. العيب اللي عايز يلعب في النادر الاهلي ويزبط نفسه. طبعا. يتحمل الضغط. لو انت كمان بقى حابب. تبقى وسطورة. لازم دايما قراراتك لغاية لما توصل لي خمسة ثلاثين سنة تبقى قرارات متزنة. مش قرارات مبنية على المشاعر. دك ممكن في لحظة. في لحظة تاخد قرار في خضم سنة او سنتين. بعد ما بيخلصوا تقول لنفسك طبعا انا كان نفسيا بقى انا اسطورة من قسطين دي الاهلي. تقول لك لا والله انت عملت مشكلة مع الجمهور. والجمهور مش معتبرك. الجمهور ملوش يعني مفيش حد يجيحكم الجمهور. الجمهور اللي بيحركوا. المشاعر اللي بتنتج عن تصرفاتك. انت عملت تصرف. والتصرف ده الجمهور بيترجمه بشكل معين. فهنا لما بتجي تسأل فعلا. القرار ده يوم انت مخدته. هل انت كنت متزن انفعاليا. هل خدته وانت يعني مركز. هل خدته وانت فاهم نتايجه بعد كده. ايه عشان ما تجيش تقول انا ادمان وانا آسف. ولو رجع بيا الزمن انا مش هعمل كده تاني. ده بسبب ايه محمد تاني. والله بجد. بسبب ان كل واحد لازي يكون عنده حد. بيتكلم معاه. بينصحه. يقول لك خلي بالك في الموقف زي ده. عايزين نفكر بشوفي كويس. في مصر الامر ده بعيد تماما. تقدر تقول يعني مش موجود. طب امت يا موجود? طب خلينا بقى ايه نتبادل اضوار. بلا هعمل موزيع وانت رضيف. امت هيبقى موجود? ياريت هتسهل عليها حاجة كتير. اهو. اهو. لا بجده والله اهو. اهو. احنا بربو عليك تقولت كلمة حلو اهو. 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 قلت ان احنا دايما بنتكلم في حاجات. اهو. بتجينا من اوروبا. وبنقعد نقول لا على فكرة يا جماعة الحاجات دي مش عندها. الحاجات دي مش هتبقى. طب تعالي بقى لسلسل سؤال جديد. امتا? امتا لما اتفكر في كل ده هتلاقي نفسك قريدي بيتفكر في الطب النفسي. اجي انت اصلا ما بتفكرش في الحاجات دي. هتوصل للطب النفس اللي هو اعلى في التفكير. نا اضيف عليك بقى ايجابتك اضيف عليها شيء. انا شايف ان احنا فعلا محتاجين ناخد خطوة ان احنا نبقى يعني اصحاب قرارنا اسيات قرارنا ما نقلتش. مش ما نستناش برا يقال ايه? اه برافو عليك. احنا عايشين بقالنا فترة طويلة بنستنى برا بيعمل ايه? ونبدأ ناخد. نقلت. نقلت. وممكن يعني نفلتر شوية. اه ممكن نفلتر عشان بس يبقى البرواز لايق علينا ونمشي. لأ طب ليه احنا ما نجيش مرة نقول يا جماعة احنا الوقت في مواقف معايا. مش محتاجين نبص البر. احنا النهاردة هناخد قرارنا بنفسنا برا لو عايز يقلدني ما يقلدني ايه مشكلة. اه ايه مشكلة تيجي مرة احنا نبقى اصحاب الاول ناس ياخدوا القرار ده لبصلحتنا احنا. ما بنعملش كده عشان نتباهى. بس لا احنا في ظروف عندنا. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد قرار يغير من اسلوب حياتنا. وان احنا في عالة النهاردة نبقى احسن. او ان احنا نطور نفسنا. حتى ايفل لو احنا الزرق. الجيل بتاعنا احنا. مستفدش منه. يا سيدي نعمل الحاجة دي للاجيال. للاجيال اللي جاية. عشان تبقى حتى اقولنا احنا والله سبنا حاجة لبعد كده. فتاني واحدة من النقط المهمة جدا. اللي احنا محتاجين نفكر فيها. ازاي نتعامل مع او نستفيد من الطب النفسي في الرياضة وفي الظروف.